اطلع محافظ شبو عوض بن الوزير على سير العمل في مشروع مياه شبكة مدينة عتق مستمعا من المدير التنفيذي للمؤسسة علي السليماني إلى شرح حول حفر الأبار الارتوازية وأشار سليماني إلى أن المرحلة الأولى من المشروع التي نفذت بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة اجتملت على حفر أربعة أبار ارتوازية بعمل 500 متر لكل منها وتجري حاليا عمليات الضخ التجريبي للمياه فيها ولافتا إلى أن هناك مرحلة ثانية من المشروع سيتم البدء فيها لاحقا بعد أن يتم إعلان المناقصة الخاصة بها وتتضمن توريد وتركيب المضخات الخاصة بتلك الأبار ترجمة نانسي قنقر